بمناسبة تذكار ميلاد والدة الإله الفائقة القداسة احتفلت كل من الكنيسة الأرثوذكسية في القدس وكنيسة ميلاد السيدة العذراء للروم الأرثوذكس في جبل التاج بعمان بهذه المناسبة المباركة بمشاركة جموع كبيرة من المؤمنين في الأردن وفلسطين إلى المزيد احتفلت الكنيسة الأرثوذكسية في القدس بعيد ميلاد والدة الإله السيدة العذراء وأقيمت خدمة القداس الإلهي في موضع قبر السيدة العذراء في الجسمانية ترأسه سيادة متربوليت ألينوبوليس كيريوس يواكي شاركه كهنة وأباء وشمامسة من أخوية القبر المقدس بحضور الرئيس الروحي لدير الجسمانية سيادة المطران دوروثيوس وقاد جوق الترتيل السيد باسيليوس المرتل الأول في كنيسة القيامة يشاركه طلاب المدرسة البطريركية حضر الصلاة جموع من المصلين وزوار من اليونان وروسيا ومن الرعية الأرثوذكسية في القدس وفي العاصمة الأردنية عمان ترأس سيادة المطران خريشتوفوروس خدمة القداس الإلهي بمناسبة تذكار ميلاد والدة الإله الفائقة القداسة في كنيسة ميلاد السيد العذراء للروم الأرثوذكس في منطقة جبل التاج في العاصمة عمان شارك سيادته في القداس قدس الإرشمندريد فنيذكتوس كيال وقدس الإيكونوموس ثيودوروس حداد وقدس الإيكونوموس نكتاريوس خوري بمشاركة جوقة الرعية التي صدحت للسيدة العذراء بمقاطع شجية بين ثنايا الكنيسة حضر الصلاة معا للسيد سامي هلسة وزير الأشغال العامة والإسكان السابق والسيد إلياس شفيق نينو وجموع من أبناء الرعية ولجانها والمحتفلون بذكر ميلاد فائقة القداسة وبعد قراءة الرسالة والإنجيل المقدس تحدث سيادة المطران خريستوفوروس في عظته عن السيدة العذراء وتذكار ميلادها في هذا اليوم الذي نشعر فيه جميعا بالغبطة والفرح كما تحدث سيادته للحاضرين عن والدي السيدة العذراء يواكيم وحني وقال بتدبير إلهي ترك الله يواكيم وحني بلا ذرية إلى أن تجاوزوا سن الإنجاب ثم أعطاهما ما تمنياه طوال حياتهما فكانت لهما مريم ثمرة النعمة والبركة والحنان الإلهي اللي بنا نحكيه اليوم هو أنه اليوم فرح في الكنيسة فرح بميلاد أمنا الفائقة القداسة فرح ليش لأنه خلاصنا آتي منها من خلال الرب والمخلص يسوع المسيح اللي رح يتجسد في أحشاءها الفرح ليش؟ لأنه منشوف عنا قدوة بحياتها وقدستها ومنشوف والديها وجدي المسيحي وأكيم وحني يعطونا للعائلة المسيحية في الزمن اللي نحن عايشين فيه قدوة إنه شو منا نعمل لربنا وشو منا نقدم لربنا وشو لازم نقدم للكنيسة وشو لازم نقدم للنهضة الروحية في الكنيسة ولازم نعرف شي واحد لازم نبعد عن أنانيتنا لازم نعرف كيف نحب ربنا إذا بنا نحب ربنا لازم نخلع إنساننا العتيق وكل المنطق اللي بدور في عقلنا لازم نتخلى عنه ولما حقيقة نثق في الله ونخرج خارج أنانيتنا وخارج غرورنا وكبرياءنا ونتعلم كيف نتواضع وقتها رح نشوف النعمة الإلهية كيف تدخل حياتنا وكيف تفسر كل شي بحياتنا وتعطينا النعمة والبركة حتى نقدر نقدم للكنيسة وللمجتمع ولله وللإنسان وقبل كل شي لنفسنا لخلاص نفسنا لخلاص كل واحد لنفسه لأن هذا هو هدف حياتنا هو خلاص نفسنا ربنا أبنائي برككم كل سنة وإنتوا سلمين وفي الختام تناول الجميع من الأسرار الإلهية وبعدها منح سيادته البركة الختامية ومن ثم التقى المحتفلون بسيادته في قاعة الكنيسة على مائدة محبة أعدت خصيصا من لجنة السيدات ولجنة الشبيبة ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة